تر علاء احنا كان عندنا مشكلة في ناحية الشمال النهاردة ناحية الشمال وناحية اليميل حتة هلجومية اسلام كت مكتش بالقدر الكافي اللي انت عايزه اصلا انت متميز حتة الاطراف دي دايما عندك الاطراف انت متميز فيها اي لكن هو انت نهاردة المشكلة مش في الاطراف المشكلة هي كت في طريقة لعبك في شكل ادائك انت نهاردة كان كل ادائك بتعتمد على كرة طويلة برضو دي كت يعني غريبة شوي غريبة على فريق مصر عندك الاسامي دي بس لعيبت كوار طويلة قوي والكوار طويلة ما بتلعبش محمد مش محمد شريف تلعب لي كوار طويلة صح يعني ممكن كوكا تلعب لي كوار طويلة لكنت محتاج تستعمل العناصر الموجودة عندك في المالة عشان كده هتطار في الشمال انا طبعا بتفهم معاك كان في قصور شوية في حتة الهجمية كمان حتى في الاحة الدفاعية والدفاعية الاتنين كمان يا اسلام انك لو لو شفت ملخص كده مباراة وحتى وتتفرج تلاقي كل المشاكل كانت عندك دايما الاطراف يعني اول فرصة جات للانجولا من يحد الشمال اه بضرب الجزاء على طول فانت النهاردة كان عندك وكان طبعا الراجل كان نحت باهر كان بيكمل كتير قوي لكن انا بتفهم معاك ان باهر بعيدة على الحتة دي شوية لكن هي حتة اصالة اكرم كان هو الحاجة المناسبة او كانت روح يسمى يعني هو ده هو ده المناسب ان هو يلعب في المكان ده لكن الاداء كله حتى يعني كابتر حساب قال كامل الاداء مش هو ده الاداء لكن انت كان عندك هدف والهدف اللي هو الاول تلت نقاط من نهاردة وهو ده اللي حصل بالزبط يا اسلام دي اول خطوة انت دايما ايه حتى لما بتبص على المباراة بتاخد منها اول حاجة بالنسبة لك مهمة اول حاجة نهاردة مهمة تلت نقاط الاداء هيتحسن انت عندك برضو غيبات اول مباراة النهاردة خبالك اللعيبة دي برضو مجهدة جدا يا اسلام